باتت خدمة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي متاحة الآن لجميع مستخدمي المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وصار بوسعهم بمنتهى السهولة شحن مركباتهم الكهربائية من خلال أكثر من 300 محطة شحن تابعة للهيئة في أرجاء إمارة دبي سجلوا الآن للاستفادة من خدمة الشاحن الأخضر وابدأوا بشحن مركباتكم الكهربائية من خلال أنواع مختلفة شاحن الأماكن العامة، شاحن الجدري، شاحن السريع أو شاحن فائق السرعة كل ما عليكم فعله هو تحديد موقع أقرب محطة للشاحن الأخضر إليكم عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقع الهيئة الإلكتروني هذا هو الشاحن فائق السرعة لبدء عملية الشحن، قم ببساطة بتمرير بطاقة الشاحن الأخضر على قارئ البطاقات أو امسح رمز الاستجابة السريعة QR Code الموجود على محطة الشحن اختر كابل الشحن المناسب وقم بتوصيل الكابل في المكان المخصص له في مركباتك يشير اللون الأخضر إلى جهوزية محطة الشحن ويشير اللون الأزرق إلى بدء عملية الشحن واللون الأحمر إلى وجود خلل في محطة الشحن إذا ظهر لك اللون الأحمر، أرى جاء الإبلاغ عن المشكلة عبر قنوات التواصل الرسمية مع هيئة كهرباء ومياه دبي لإنهاء عملية الشحن، قم بتمرير بطاقة الشاحن الأخضر على قارئ البطاقات من جديد أو قم بإنهاء دورة الشحن عبر تطبيق الهيئة الذكي قم بفصل الكابل عن مركبتك وأعده إلى مكانه المخصص بفضل وجود أكثر من 300 محطة شحن من محطات الشاحن الأخضر في كافة أنحاء دبي وتوفر قنوات متعددة لدفع رسوم الشحن أصبح اقتناء مركبة كهربائية أسهل من أي وقت مضى وهذا من شأنه دعم التنقل الأخضر في المدينة البشرى السهرة هي أن الهيئة توفر الشحن المجاني لمتعامليها من أصحاب المركبات الكهربائية غير التجارية المسجلين في مبادرة الشاحن الأخضر حتى 31 ديسمبر 2021 إذا لم تكن مسجلاً في خدمة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي يمكنك شحن مركباتك الكهربائية من خلال خاصية مستخدم زائر لسداد رسوم الشحن توفر الهيئة خيار الدفع المريح لمرة واحدة وخيار الدفع اللاحق على أساس شهري انضم إلينا في رحلتنا المستدامة نحو مستقبل أخضر